اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما ينتبه في البروفن باللي المقارنة هي أصل بتاعاته لو كان الايكيو وما عاشش يكون بزاف خاطراش القاوة باللي كان بزاف عوامل مؤثرات تأثر في نتائج تاعه كما هادك سيد وين عاش وكيف هاش عاش ووش تعلم وتاني ما من الحالة نفسية تاعه في هادك النهار الذي بدأ فيه التنس ثاني القاوة باللي ما ينشقع أنواع الذكاء كما ذلك الذكاء العاطفي والاجتماعي اللي به تتعلم كيف هاش تعمل مع روحك ومع الناس لا بها قطعش حقوا واحدين هاربين في مخاخهم بالصح شخصيا هذا ما يعني ستركزوا أعلى مجال وتحلوا مجال يعني كما المنطق والرياضية ستروحوا أغلاء يعني شوية ما يكون شيء والثاني القاوة ما يختبرش الإبداع شتى هو الإبداع؟ الإبداع هو من شعال من بلاصة في المخفق تخدم مع بعض وخطرة واحدة وهذا كله ملونج يخرج حاجة واو اللي واحدة الناس حطاش يشبوها بللي حاجة جديدة وهي في الحقيقة مش جديدة حطاش الأجزاء اللي خدمتها كنت كاينة قلت تكون تفايق بيها ولا مش تفايق بيها في عقلك اللواعي ولا اللواعي سو كاين سوالح طبعا يعني في الإبداع هو يكون عندك أنكوك كالو كبير أو كوربرس كالوسوم هذا الجزء اللي يربط بين المخل أيمن والمخل أيساء خلقيا النساء عندهم كبير شوية تاني يلقوا بللي أينشتاين كوربرس كالوسوم تاني كبير زيادة على هذو الجزء السوالح وصلا تكون مفاتح على بزاف حاجات ومشاكل بالرؤية اللي قديت من حواس ومن تجارب وخصك تخرج السوالحك ومتخليهم شغيفين المخلق بشينة وكأسوالها يخض من عباد سي سامل سو بغيت تكون ذكي ولا مبدع خمسين بالمئة وراثة وخمسين بالمئة خدمتك وعلى بل 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 يخطها تكون صعيبة يتكون عايش في واحد البلاثة في واحد البلاد مع واحد الناس فصحي بقى العقل البشري حاجة واو ويقد يخرج من الحاجات قليلة حاجات كثيرة وقال امشي ليك لولادك كين دراستهم عدد يديو فيهم بل يتقدروا في الذكاء وللإبداع المكتسب وسأقال ما كيش منها قد تعاونهم في كيفاش تربيهم أنا صفا هذا خدم أخك وسادة